السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة الحلقة اليوم ستبدأ من اللي ستوصل البوليس بوحد اخبارية يقولون لهم فيها او الدراكين واحدة جوجبنات تلقاهم مقتولين في واحد دار يهزوا روصهم البوليس و يمشيوا لهذا العنوان اللي قالوا لهم يوصلوا للدار اللي كانت سفلية و غير صغيرة و ما فوق منهم تشوحد ما ساكن تشوحد فوق منهم يدخلوا للدار قد تكون الدار من مراحح و بيت صغير و كوزينة صغيرة و من مرحاض اول حاجة يلقاهم البوليس قدامهم هي وحل جد تدي الوحي اللي بنت في العمر ديها تقريبا 28 عام 26 عام 36 عام الطائحة وصل المراحح شدة بالكرج ديها وميتها و يلقاهم في البيت اللي هو اصلا البيت الوحي اللي كانت في الدار هذا البيت يلقاوا فيه جد تدي الابنت اخرى تايا في نفس العمر 28 عام 26 عام 36 عام قلتها في الارض و راسمتك على واحد الداري و اعطار ذي التقيح داع بحل البنت كانت تتقيح المهم في هذه البيت نيت كانت واحد طابلة هذه الطابلة فوق منها استدي القراعيد والبيرات خاوين و واحد الدوش قراعيد والروج خاوين تهو ماء الخمر الأحمر هذا هو الروج المهم يلقاوا بقايا للطعام شي ماكله شي شراده شي عيبات تماية بحطوطين بقايا الماكلة يعني كلام هم شي واحد وباقي المهم البوليس دار المعاينة دياله من هذه الجوتات لهذا الدار لهذا المسرح الجريمة اخذو اي حاجات تقدر نفاعهم من تماماية رفعوا البصامات على هذو القراعيد والشراب على هذو كالبيرات المهم داروا معاينة لازيمة ديالهم من بعد الشي هذا طاح لهم العجب بالبوليس كيفاش تقتلوا هذ الناس هذو كيفاش تقتلوا هذ البنات معلهم اثار تحت ضرب معلهم اثار دير شي طعنة بالموس ما مضروبين بشي حاجة على روسهم الناس طايحين وميتين بوحد طريقة غريبة هنا سيبدأ البوليس اللي بحديهم مين سيبدأه؟ سيبدأه باش يعرفوا ماهو الكاري الناس هذو ماهو الكاري الناس المرة اللولى يعني ماهو الموت الدار هذيك خرجوا برا كي يسولوا الناس الجيلان مولي الحوان مثل البقالة واذاكشي اللي حسات توصلوا الموت الدار امشاولي فين ساكن جابوه واش نتال الكاري الناس هيا سيدان واش كتجي عندهم كتتخلص الشهر من عندهم كيفاش علاقتك معهم؟ سيدانا مايجاد ايدوا جابوه للهي لم يكن أحسن لهم، إما أمشى السمسار، هو اللي يعطيه ليها هو لا يعطيه ليه، هو وكي يعطيه ليه، هذه علاقتي معهم قالوا لي مزيان، ورين السمسار اللي جاب لك البنات هوا سيدة، هوا فينا، مشيت أوراه ليهم وصلوا على السمسار، السلام عليكم وعليكم السلام انت هو اللي جبت لبنات على السيدة؟ قال ليهم، أيا سيدة، أنا اللي جبت لك جوج ابنات لو هوا قالوا لهم كارين تقريبا هذه الدار عند السيدة قال له تقريبا شي عام واربع شهر، أما حد Environment محلما عام وخمس شهر، عام واربع شهر كي لاعبوهم فى هذه المدة قال لي Quiet, هاد البنات، كيف هي خلص هذه المودة؟ منها وكيف هي خلصه هو، ويجيبوا لك البلد قال لي لسي لي، كي جيبوا لي أنا الفلوس وإنك مطلعهم المودة المودة الدار ديما بعيد ومعمر ريجع عندهم، معمروا حلاقته معهم غير المرأة اللي أجاب لي مسار وصافي أنا اللي كانت تواصل معهم وخلصوك كل الشهر زماناتين مع المرأة ما أطلع لك شهر وشهاجة قالهم كل الشهر خلصوني الناس من ضابطين وكل شيء البولي السؤول هو السمسار قالوا لي يقول لي كيف تعرفت البنات هذا فين خدامين أشنو في بيرو وقال لي ما سيدنا المرأة اللي أولا فاجة وكريت لي معداد سيد هذا قالوا لي أخدامي شي معمل شي معمل ما عرفته ما هو البوليس سؤولوا هذا السمسار قالوا لي كيف كان شي معامل هنا وزينات شركات قالوا لي كان هنا معمل الخياطة هنا معمل ما هو شركة الكابلها جميع وكان هنا شي فيرماد الفلاحة يخدموا فيهم البنات والأولاد كعاملات فلاحيين هذا ما هو هنا البوليس ما تواصلوش فين كانوا خدامين هذا البنات بالضبط اضطروا أنهم يرجعوا العنوان تعارق الدارس ويصولوا الجيران لأن المدري سيكنوفيا مقال السمسار هذا عام يعني أكيد الجيران جايبين الخبار خدامين أمشاء البوليس كيسولوا في الجيران اللي كان مساكن إحداهم كيسولوا هنا وهنا وهنا كان شي وحدين فاتق الجيران كيقولوا احنا كنشوفهم كيدخلوا يخرجوا ومعارقينهم الشاب بالضبط فاش خدامين كيلي كيقولك واقع الخدامي في شركة توصل البوليس واحد السيدة قلت لهم أنا نقول لكم بصراحة هذه البنات هذه رمى خدامي في شركة الأول وإنما خدمتهم كيضبروا على ريوسهم كي يمشيوا مع هذا مع هذا المهم هذه خدماتهم وهذه الطريقة هذه العيش ديالهم المهم البوليس باش يتأكدوا داروا البحث بنفسهم وقلوا كيقلبوا واحد المدة كيقلبوا شكون الاصل هذي البنات هذي من جاو وفاش خدامين بالضبط هنا يلقوا البوليس بأن هذي البنات ماشي بنات هذي المدينة هذي بالاصل وإنما غير جيين لها هذي البنات كل واحدة من مدينة واحدة كانت خدامة في مدينة في حلقة سربايا لقعتهم الطرف وتجمعوا مبيناتهم وقرروا أنهم يأتيوا إلى هذه المدينة ويدبروا لرؤسهم ويخدموا بجوجة بهم ويكريوا مبادئاتهم ويعيشوا كما هكا المهم من اللي جاو هذه المدينة مرقوش كما قلنا كيخدموا الخدامة ديولهم ولو كيدبروا لرؤسهم وكي كل مرة مع واحدة المهم هذه الخدمة ديالهم البوليس بدأوا يعمقوا في البحث ديالهم ويجبهم يعرفون ما هي العلاقات ديالهم ما يجيبهم ما يتفتقدون وما يترافقون ما يمشون وما يتفتهم المهم هو يقومون هنا و هنا كل واحدة ما يقولون ما يقولون أن أحدا نهار شفت واحدا دراجة وضعه واحد يقول أن أحدا نهار شفت واقف فرهة الدرب واحدا أخر أن أحدا نهار شفتها ركبا واحد في الطموبيل. واحد لمرقات البوليس هذوك البنات كانت لقصره. كي يجيبوا الرجال ويدخلوهم للدار. يعني كل واحد وأشوك يقول لهم. البوليس ما توصلوا ليشي حاجة مهمة بخصوص البنات. العلاقات ديالهم وذلك شي. ما وصلوا الوالو. داز نهار لول نهار التاني ما وصلوا الوالو. البصمات اللي رفضوا من القراءة يدو الشراب. ما تايما عطاسوا ليشي حاجة. شكول يجا قتلهم. ووجه شي واحد من البلاد. ندير شي واحدة فيهم وصفاها ليهم مثلا. المهم البوليس انها يقرروا انهم يعلموا والدين دولهم. العائلات تعد البنات وحدة جاءت خطها وراجلها. ووحدة جباها واخوها. المهم اللي يجاود العائلات تعد البنات هذو. الدعم البوليس المستودى العموات. باش يتعرفوا على هادك الجثب ديل بناتهم. فعلا نيت. تعرفوا عليهم. هنالبوليس غادي يحاولوا انهم يصفصروا منهم. ويعرفوا كيفاش العلاقة ما بين البنات هذو. وكيفاش توصلوا للمدينة. وفاش كانوا خداما بالضبط. هنالبوليس من خلال هادرة ديل هذوك العائلات تعدوا كالضحايا. يعني وحدة خطها وراجلها. ولا اخرى ابوها واخوها. بجوج بهم من عائلات فاقرة كنحادروا. بجوج بهم هذوك البنات كانوا كيعاونوهم كيعانة مالية. على قرأس كل شهر كي سيطرهم الفلوس. وحدة فيهم ماماها مريضة وكانت سيطرهم الفلوس لتوها. وحدة كتعاون في القرأة دي الخوة صغر منها وكتعاون ببوها. اللي كان في اللاحب سيطرهم عندوش. المهم عائلات فاقرة. هذو جوج بنات هذو اللي تلقاهم مقتولين. كانوا في الاساس اصحابات في الدراسة. كانت وحدة فيهم ومشارت المدينة اللي اخرى دي الوحدة فيهم. وكانت تقرأ وتصاحبات معا ولا تريح مراحة في الدار. وملي سالة القرأة ديالهم كل وحدة رجعت المدينة ديالها. ولكن بقلت يصار بناتهم. ملي سالات القرأة وخرجوا من المدرسة. مجداروا. طلقوا واحد نار وقروا انهم يقلبوا بجوج بهم على خدمة. وفعلا الناس بمعبطة هذه المدينة هذي اللي تلقاهم مقتولين. ولقاهم خدامي. كي خدمة كل وحدة خشكة خدمة يعني وحدة في القهوة ووحدة في الشاركة وكل وحدة. ولكن الكرة والمصروف وخاصة مسعفة الوالديهم الزمان غلبهم يعني صعفة قهره. وحدة فيهم مطلقة وعنده ولد عيش مع والديها. وحدة فيهم ما مطلقة ما مزوجة ما هو له ولكن يعني امرأة ماشي بنت. هذي اللبنات هذو ولو مره مره كي خرج الطرق. مره مره كيدبرها روسا مع شي واحد. شوية بشوية اللي يحتخرجوا لهذا العالم. ولات هذية خدمتهم وهذية حرفاتهم. ومبقوش خدامين في ذلك الشاركة اولا في ذلك القهوة. المهم في النهاية العائلات التوع اللبنات. قيدوا لي من محاضر ديالهم من بعد ما تصنطوا ليهم. ودلووا بالإفادة ديالهم. ومشووا في حالاتهم. وسلموهم الجوزة ديول لبناتهم باش يدفنوهم في المدينة ديالهم. المهم من وراه شي هذا. وفي اليوم الموالي الطبيب الشرعي خرجت تقرير الطبيلي له بخصوص تشريح الطبيلي دار لهذوك البنات. كي يقول فيه. ان هذه البنات ماتوا بالسم. يعني شي واحد شربهم هذك السم اللي هو سم قاتل. والله يستر مقنووت شمولاه. والطبيب اعطيتها الاسم ديالها تسم هذا. المهم كما قلنا هذوك القراءة عشره بوذوك البيرات. من يدوهم المختبر ديال الشرطة العلمية. ما اعطعتش البصامات دول. دول الناس اللي كانوا. من غير البصامات دول هذوك البنات القاوم قتولين. ولكن طابلا. من يداروا لي المعاينة. en half. كنت تقول بان الناس اللي كانوا هناك في ذلك البيت. كانوا ربعة. كانوا جوج ابنات. اللي تقتلوا. وكانوا جوج آخرين. سواء اينات او ما دوكور الله تعلم. المهم كانوا ربعة الناس. بناء ان علاقة. ربعة ديل المعالق. ربعة ديل الكيسان. ربعة ديل الطباص اللي وشلادة. المهم كانوا ربعة ديل الناس كانو ثم مايا. هنا البوليس بقاوا يبيحووا على شكون هذا الربعة, او على شكون اللي غضي يكون يجاق اقسلهم. هنا البوليس شكوا في واحد سيدة من هذو اللي تقتلوا كانت مطلقة شكوا انه يكون طالق دياله هو ليجا اقتلها ولكن من المشاول المدينة فين كان طالق دياله وبحتوا من وراه ألقاهم مجاو موالو ومن جيش هذيك المدينة أصلا ومشاوا بحتوا وراه هذيك السيدة الاخرى تأي على شي واحد يكون بغير انتقب منها وليش حاجة في مدينة ديالها ما لقاوتيش حاجة بدأوا بيحتوا لشكون هذيك الناس يعني جوج الاخرين اللي كانوا مع هذوك جوج الابنات البوليس بقاوتي بيحتوا في القادية مزيان على شكون اللي كان مع هذوك الضحايا اللي جريمة البوليس هنا رجعوا عوداني للموحيطة ديال الدار فين كانوا هذوك الضحايا في كانوا كارين هذوك البنات يقلبوه هنا هنا يسوولوا الجيران الدار ديال مكانت شوية جات معزولة فوح الزنقاء ما كانش مع الزناق كنت كانت مطرفة شوية المهم هو أن يقلبوه هنا 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 حتى وصل واحد المرأة قلت لي مودي هذوك البنات اللي ماتوا في ذلك الدار بذلك الطريقة را كانت صاحبتهم واحد فلانة شو كون يدفل لانة؟ فاطنة كيف تكونت فاطنة؟ را في الراس للزنقة يعني الدار ديال هذوك الدحايا كانت في الراس والدار الأخرى كانت في الراس الأخرى أو ثانية كانت بعيدة على شوية خاصة واحد المسافة يلا تفصلها المهم قلت لي مودي هذوك المرأة قلت لي مودي هذو البنات هذو كانت صاحبتهم السيدة هذي هي مرأة كبيرة عليهم ولكن كانت صاحبتهم ولكن البوليسة لم يعرفوها من البحث الأول اللي دارهم على الجيران من اللي كانوا يساولوهم شكو اللي كان يجي عدد البنات هذو هذوك المرأة قلت لي مودي هذو فاطنة را ما كانت كجي عددهم هنا للدار بزيف وإنما هؤلاء اللي كانوا يمشيوا على الدار وقصروا معها تم معها وكانت بناتهم هذو العلاقة اللي هي قوية بالزعف البوليس مشاهوا على الفور جابوا هذو المرأة اللي كي يقولوا لها فاطنة جابواها وقلسواها في التحقيق قلوا لها قولي لنا واشهد البنات هذو يتلقاوا مقتولين في الدرب ديالكم كانت تعرفيهم عندك معهم شي علاقة قلت ليهم أنا ما كلمة تخبع لكم أنا رأى أني ساكنة غير بوحدي المرأة ميت لي الرجل شحالاتي وعيشها مولدي في نفس الدار يعني وخاة قاسمين الدار دار هو ضار بوحد وأنا ضاري بوحدي ولكن عندنا باب واحد ساكنة غير بوحدي وهذو الناس اللي ماتوا هذو اللي ماتوا را كانوا صحاباتي وحباباتي وجهلاتي وخواتاتي كانوا عزازين عليها وراني بكيت عليهم بزاف وادرت عليهم حالة قلت كان غوث بزاف وبقى في الحالة هاتوا شوفوا وجي وشوفوا حالتك وليت أبقوا فيه هذوك بنات بزاف وراني شفتكم اللي جيتوا ودخلت وقدرت المعاينة ديالكم وذلك الشي ورابقى في الحل بزيه وبقيت كان مكي بزيه هنا البوليس قالوا لي أقوم لي هما صحاباتك وإخواتاتك وهو معزازين لك لماذا لم أجلت إيش عندنا؟ وعاونت هنا قلت لنا شي معلومات وقدرت في البحث أو لشي حاجة قلت لي وما سيدي أنا تخلعت تخلعت مننا المساءلة وأنا ذوك صحاباتي وكان نشي عندهم ويجي وعدي وأتبقوا تسولوا فيي وطلعوا تحبطوا وذلك التحقيقات أشي قديري عندها أشيكون اللي يجي عندهم من هنا من هنا وأنا خفت على رأسي وأنا ساكنة غير بوحدي ومرأة ميث لي الراجل وما عندي شي واحد لهذا تخلعت ورجعت اللور هذه المرة هذي البوليس يدخلوا مشرك فيها ودخلوا التحقيق وقد يعمقوا مع البحث وهي في التحقيق بضابط لك يسول فيها شعل واحد القاررو هو يبقى يشوف فيه كتشوف فيه ويجبت الباكية يقول له هكي يخوذي شي قاررو كمي كمي مع رأسك خلقت القاررو كمي المهم ما يسول فيها قال له قولي لي واش انت تشرب وقال لي الله يحفو لي يا سيدي كان نشرب مرة 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 ماشي بساف قال له هذي الدابات قال لي قلت لي بلاني الراجل الأول الراجل اللي رحمه لي مات ودبا نقاش كنشرب ولكن من اللي يجي عندي واحد سيد من مكنيس السيد موعدني بالزواج كان رايح معه من اللي كان رايح معه كيت هو وكيشرب وكنشرب معه هذه العلاقة اللي مع الشرابي هذي بحي هنا قال لي هذي الدابات واش والدك عارفك تشربين قلت لي هولدي راه عازل لي على وقق ندخل من باب واحد ولكن هو لا دار وانا داري بوحدي سولوا البوليس واشهد البنات اللي ماتوا اللي غير حموم واشهد جيز قصري معهم مرة 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 قلت ليه مواشي نكذب عليكم السيدي مرة مرة كنجاعدهم إذا كان شي حاجة مناسبة وليش حاجة نجاعدهم وقال المرات هم لكيجاعدوا في الدار وهذا السيدي اللي قلت لي هكذا كان رتاوي مرة مرة كان نضيهم معي وكامشي نكسروا جميع في الدار ديالهم البوليس واش عمر كيجبت شي واحد اخر من غير هذك قال لي هم لا تيدي كان جيب غير هذك السيدي اللي كان عندي من المكنيس البوليس سيقول لها هذه الليلة دي الجريمة نهار ماتوا في هذه الجبنات وجدتي عندهم وقصرتي مع أمتي وهذا السيد اللي من مكناس قلت لي بلاتي دي لا ما اجيزت عندهم ولو هذه الليلة انا بقيت غير قضاعي هنا البوليس قالوا لهذا فاطنة ما يمكنش هو مركان اربعة الناس كانوا جوج ابنات هذو كليس قتلوا وكانوا جوج اخرين هذو جوج الناس شكونا هما يا من اللي ما كنتي شلنتي الى هذا السيد اللي من مكناس قالوا للبوليس على أي حل نعطينا لبرنامج جليل كذا نعرفين مشيتي فين جيتي اي شنو درتي فين بتي اعطيه لنا كامل البوليس قالوا له هذا انهار ماتوا صلوب في كاتب البناس ما قالوا لي كجز قصر معنا موال وقال لي ملات يدي ماتوا صلوبية ما قالوا لي اهاشت قصر معنا لأولوا قالوا له مزيان يقول لي ندابا اشكونا وهذا كراش اللي من مكناس يجيه عدك وكان يجيه تيويها عند البناس تقصره مرة مرة وقال لي انا لم اعرف اللي حسي شي حاجة كان عارف غير بوجوه يجي عدي ما عارف الاسمية ولاكنية ولا عنوان دياله ولا هو الا ما عارف عليه واله البوليس مشو منها للدار. اقلوا كلبه الدار عندها. لقوا شي تصور دياله. ومسور معها. وقوا شي وراق. يخصه هويه. كانوا واقع بغيشه شي حاجة. وش دار. وخلا عندهم هذوق الوراق. من هذوق الوراق البوليس وصلوا لعنوان دياله. ووصلوا الى كارت ناسيوناله قدروا يجيبوه وتتصلوا به وجابوه الكوميسارية هنا البوليس همك يتسنوا هذا السيد يوصل من المكناس يجيبوه البوليس يقالوا لهذه فاطنة يقالوا لهذه السيدة من المكناس اللي عندك مع علاقة راجاف طريقة جايبين البوليس وغاد يجي وغاد يواجه كوايا هنا غير سمعت انه غاد يجي جايبين البوليس ويتبدلت في المعاملة ديالها لان اصلا البوليس يتم لي سولوا على برنامج ديالها ولا سنقالوا او كانت هنا او صاحبتي هنا وقت خياطة او الوصحبتي ومشاه البوليس على ذلك الخياطة قلت لي وما باتتتعدي موالو جات عندي هذه 10 يام او كانت تعددي هذه الليلة مباتتتعدي موالو المهم غير تترون وقت خياطة قلت لي ومع كانت تعد واحد صاحبتي مشاه وعاد يحتى اياه قلت لي وما جات تعد موالو المهم كما قولنا غير تخرج وعندها علاقة كبيرة هنا البوليس كافية وكادرة بالصح المهم هذا السيد الذي من المكناس جابه البوليس الكوميسارية قالوا له شوف نحن عارفين علاقتك مع فاطنة كديرة وعارفين انك تشرب معها وتقصر معها وتدير مع اي حاجة هذا الشي كامل عودته لنا فاطنة دابا نقول لنا شي حاجة مهمة تقدر تفيدنا فهذا البحث اللي كان ديروه لأود هذوك البنات اللي تلقاوا مقتولين هذا السيد هذا قال يوم انا وانطلع من هود معكم في الحضرة انا اوح الانسان اللي هو مزوج وعندي مراتي هاد فاطنة هذي قطبطني بها وحل العلاقة السيدة هذي تعرفت عليها هنا فالندينة هذي من اللي كنت شد واحد المارشي نايق انا خدمتي بالنايق كندير شاف شانتي من اللي كنت هنا تعرفت عليها تقريبا هذي واحد للسنين للسنين او انا معارف معها كنجي من المكناس مرة مرة كنقصر معها في دارها كنشربه وكنقصره وكنرجع في حالتي هنا ايه ذاك الراجل اللي من المكناس كان كنقضر بواحد سلاسة وواحد تقع في النفس وعارف اش كيقول وما كيكذب مواله وبين عليهم ما كيكذب مواله على البوليس قال ليهم اخر مرة جيت من اللي يسوله البوليس اخر مرة جيت عدد فاطنة هذي قال ليهم اخر مرة جيت عدد فاطنة وقصر تنويه وشرب تنويهها ما كانش في دارها وانما كان في الدار دير هذوك البنات جينا ورايحنا مجموعين وقصرنا مجموعين نهار جريمة كنا كاملين بنا في الدار دير البنات وزاد قال ليهم السيد هذا قال ليهم هذي البنات هذو را عندهم علاقة قوية بذ فاطنة مالك يجيبوا شي واحد شي ضحية شي واحد يجيبوا عدد فاطنة للدار بينما ما كيكونش واحد غير كيبغيوا قصر مجموعين غير هذيك فاطنة و هذيك المكناسي والبنات كيمشوا وعدهم هماية في الدار ديرهم هذيك سفلية كارين هذي مكين وعلاقتهم بذ فاطنة را علاقة قوية بزاف وقال ليهم هذي المكناسي هذي قال ليهم هذيك الليلة فاشكننا مجموعين كاملين بنا وكان قصروا عدد كل ابنات أنا وفاطنة و هذيك جوجبنات اللي تلقاوا مقتولين قصروا و كان شربوا و كان شربوا و أخر اللحظة نارضوا هذيك البنات وبدوا كيتوجعوا وشيب دين فكروشهم وكيتوجعوا وكيتمروا وكيتمارواهم على الأرض وبحلش حاجة في الكرش ديالهم و من اللي قال تصريحة دياله هذي السيد هذي من المكناس هذيك المرأة يعني فاطنة ما لقعت ما تقول و غيرك تخرج في عينها تزيرات و قررت أنها تعترف هذي البنات هذي كما قلنا كل واحدة جاءت من المدينة كانوا تعرفوا في واحد المدينة ديال وحدة فيهم لأنهم كانوا صحابات في الدراسة يجاول هذي المدينة هذي وبقوا كيخدموه كل واحدة في قهوة و واحدة في الشركة كيخدموه والكراق واحدة كتصيفة الوالدها واحدة كتصيفة الامها مريضة واحدة كتعاون وولدها اللي باقي صغير يعني مصاريخ بزاف والكراق والمصروف يعني ضاق عليهم حاليا بالصح هنا يجد دور ديال هذيك فاطنة اللي كانت خبيرة في الضومين ديال ابنة الليل ومشيت عندهم وتعرفات عليهم وتقربت منهم بشوية بشوية اللي حسا دخلتهم معهم لهذا العالم واللايات كتجيب لهم الرجال وكتجيبهم هيا عندها للاد دار ومقابل العمولة دياله المهم ليهم غده ليهم غده اللي بالناس دخلتهم الفلوس خرجهم هذي الخدامه ديالهم وهم شوفوا هذا العالم معهم المهم ليهم غده ليهم غده البناس دوروا الأولى وداروا فليسات والاليات فاطنة هذي يلي كجيب كما قال المكناسي مليارك فاطنة تجيب شي واحد قطعي قطع للبنات عدد ضع واحد منها قرب العيد الكبير هذوك البنات كانوا جمعوا شبارة هذه الفلوس بارك هذه الفلوس غادين لديورهم وغادين يشريوا الحوالى العائلاتهم وغادين بشي حويجات و بشي دهيبات كانوا نعودهم لان هذوك البنات فيما كانوا يشريوا شعاجة او يشريوا الذهب او يخزنوا الفلوس كانت بالعلم ديال فاطنة كانوا ديرين فيها التعقر ويقولوا لها كل شي انا شريت السنسلة انا شريت الطوانق انا شريت الخاتم المهم البنات تدوروا الحركة وديروا فليسات ولو انو هذك معامل موالو ما خاصوش يكون المهم احنا هنطرغي على الجريمة وكيفش وقعت ديروا الفلوس من هذ الشي هذا المهم ديروا ذيك فلوس وكان كل شي بالعلم دير هذيك فاطنة هذيك فاطنة بحالها غيرت منهم وحسداتهم هذيك فلوس اللي جمعوها ما شافت انهم هم مساكرها مع موالو وفقارة وكيعونوا غير والديهم ما شافت الشي هذا كامل هذيك الليلة دي الجريمة اعطت لهذه المكناسي وقالت الليبنات ارى انا غادي نجي انا والمكناسي نقصره عندكم العقرين وجدوا الماء فاطنة جابت معه شراب وجابت هذه البيرات وجابت شم شروبات وجابوا كلها هذيك الطاجين الليبنات كلها هذيك تشعو من بعد جبدات الشراب هذيك فاطنة من اللي جبدات الشراب جابت معه وحد القرعة صغيرة وخفياتا عليهم كتدلهم في الكيسان ديولهم يبقاوا كيشربوا كاس وراكاس وكاس وراكاس اللي حتى شدوا بكروشهم في هذيك البنات وبدوا كيتوجهوا وهم كيقولوا عتقوا روح عتقوا عتقوا هذيك البنات كيتوجهوا كثير خاصوا يمشيوا السبيطار هنا ايش كتدير كتزيد اليملادوس كتزيد السم كتتخويعهم ثاني في واحد القرعة يلوان ماسلوش حاشا وكتعطيهم مشاربوا ثاني أبقات على الحارقة اللي حسطها حتماية وماتوا على خاطرهم هنا هذيك المكناسي كان غير شد براسه وكيشوف هذه الحالة هذي كيشوفها كتقصل فيهم هي مكانش غير لي غادي نقصل لهم او غادي نصفى لهم وانما غير شايف العملية تاس هالات العملية اللي قالت لي قتلي اوه بدير عنا ندلت ليهم السم وها قتلتهم بحل ماكا السيد معرف باش تبلا او السيد هذي رامو جريمة قتلت جوج بنات بخطرة واحدة ما اللي قتلتهم ناضط وبقتك تقلب على الفلوس ديالهم جبدة الفلوس جبدة الدهيب جبدة الحويجات اللي كانت اللي كانوا هذيك البنات غاديين بهم وواليديهم كاشطرت الدار كاملة دارت الحويج في السيكان هزت الكشي اللي بغا تهز ومن ورات شي هذا دارت في ذلك المكناسي قلت لي انا عارفة شنو كندير البوليس رام غاديش يوصل لنا مسحوا الباصامات مسحوا اي حاجة توصل لهم ودورات مع ذلك المكناسي وقلت لي التالي شنو تدير غا تغبر من هنا ايه غا تمشي المكناس وما بقاش نعاود نشوفك هنا ايه هي هذيك هذك المكناسي ضرب الطم وثلت غبر في حالاته ومشى عند مرسو وولاده ومن بعد ذات شي هذا سدت الباب ورأة ومشت الضارة كأنها شيئا لم يكن هذي المجريمة هذي اعطوه المؤباد بينما هذك المكناسي اللي مبلغش على الجريمة وشافك تدير لك شي كامل وما دوا مواله وما سعبش لبنات اعطوه تلسنين وهناك تسالي الحلقة ديالنا والسلام عليكم ورحمة الله